لما بتسمع كلمة سر التجسد شو اللي بيخطر في بالك كمعلم يخطر في بالي حقيقة تفرح قلبي وتذهل عقلي إن الله ظهر في الجسد إن الغير مرئي أصبح مرئي والغير ملموس أصبح ملموس والمطلق الغير محدود أصبح متاح لنا إن إحنا نتعامل معاك بشر باعتباره صار بشرا الكلمة صار جسدا لكن من ناحية تانية دكتور سامح وأنت أكيد عارف إن كتير من الناس بتجهل هذا الموضوع ولا تستسيغ الكلام عن هذا الحديث إما لجهل ما أو لربما يمكن بغير شيء في ذهنه لو حاول يفكر نعم لأنه في ناس كتير فاهمين التجسد غلط فاهمين مثلا أحد الأخطاء فاهمين إن لما الله صار جسدا الكلمة صار جسدا معناها صار محدودا وفقد الألوهية طبعا وحاشة طبعا حاشة لله نعم حاشة لله تمام فنتيجة للفهم الخطأ لهذا الأمر وعدم دراسته جيدا من كلمة الله لنعرف ماذا يقول الكتاب تمام فنتيجة لكذا أحد برضو الأسباب الأخرى إن الشيطان يهاجم بقصوة هذه الفكرة تمام لأنه مش حابب إن الناس تعرف إن الله أحبنا إلى درجة إنه صار إنسانا ترجمة نانسي قنقر